بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نظم الإسلام العلاقات الاجتماعية ووضع لها أسسا ومبادئ تضمن التراحم والتكافل والسلام والمحبة بين الناس وجعل فيها الناس إخوة حتى ولو لم تربطهم قرابة أو معرفة وشرف هذه العلاقة الأخوية وأمر المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يعامله كما يحب أن يعامل فكيف لو كانت تجمعهم رابطة مثل صلة الرحم أو الجوار قال تعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك تيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا دلت الآية الكريمة على مصدر خير عظيم يغفل الناس عنه اليوم ألا وهو صلة الأرحام والأقارب والإحسان إليهم ومراعاة حقوق الجار ودو الأرحام هم الأشخاص الذين تربطنا معهم رابطة قرابة بدم أو نسب ومن أهم الحقوق التي يجب الالتزام بها تجاه دوي الأرحام والأقارب لليل مرضات الله تعالى وتحقيق التماسك الاجتماعي صلتهم وعدم قطيعتهم لأن الله تعالى يمق تقاطع رحمه ويغضب عليه وصلة دوي القربة مصدر خير في الدنيا والآخرة بسط في الرزق وزيادة في العمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أتره فليصل رحمه أما في الآخرة يورث كجنثا عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين وتبت ذلك ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنثة قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصل الرحم إنها جوائز عظيمة في حق صلة الأقارب ومدخل كبير للعمل الصالح يغفل عنه كثير من الناس وصلة الرحم تعني التواصل مع الأقارب والسؤال عن أحوالهم ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم معاملتهم معاملة كريمة ومؤدبة ومساعدتهم على قضاء حوائجهم سواء المادية أو المعنوية مسامحة المسيء منهم بالرد السيئة بالحسنة كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم مساعدة المحتاجين من دوي الأرحام بالنفقة والمأكل والملبس على قدر الوسع فالأقربون دائما أولى بالمعروف وكما حتى الإسلام على حقوق الأقارب ودو الرحم أوصى بالجار ووضع له حقوقا تضمن بقاء المحبة والألفة بين الجيران والإحسان إليهم والجار هو كل شخص قريب في مسكنه أو مكان عمله ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أشرف مثل يحتذا به في معاملة الجار قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخار ومسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن أهم حقوق الجوار زيارتهم وعدم قطيعتهم ومشاركتهم بأحزانهم وأفراحهم ماديا ومعنويا عيادة الجار حين يمرض حسب تعاليم الإسلام لزيارة المريض إهداء الجار هدايا تعبر عن المحبة والمودة ولو كانت بسيطة تحمل الأدى من الجار ومسامحته وعدم رد الإساءة بالإساءة إن من أهم ما يحقق التماسك الاجتماعي وتحقيق الألفة والمحبة بين الأقارب والجيران هو التواصل والتزاور فيما بينهم لأن التزاور يخلق جوا من السلام المجتمعي ويكسر ما بيننا من جدران عازلة فديننا هو دين الانطلاق ليتعرف الناس بعضهم على بعض قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن الأصل أن يكون بين الناس تعارف وتعاطف وتراح وهذا التعارف لن يأتي إلا بالتقارب والاتصال وفق القيم والضوابط والأخلاق الإسلامية ومن تم فإن الأصل هو أن يعيش الناس بهذه القيمة قيمة التعارف والتواصل خاصة بين الجيران والأقارب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وقوموا والناس نيام وهذا لا يتأتى إلا بالتزاور والتآلف في الله لا لمصلحة خاصة ولا لهوى لأن ديننا الحنيف يدعو إلى ذلك ويدعو إلى أن يكون الناس متحابين متزاورين فما أحوجنا اليوم إلى أن نهتدي بهدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في إحياء سنة التكافل والتضامن والتزاور لتحقيق الألف والمحبة والتماسك الاجتماعي فاللهم شرح صدورنا لصلة أرحامنا والإحسان إلى جيراننا واحفظنا من نزغات الشيطان التي تفرق بيننا يا ذا الجلال والإكرام ترجمة نانسي قنقر